السلام عليكم ورحمة الله معكم رامي ومرحبا بكم في تقييمي ومراجعتي الخاصة للمحتوى الإضافي الجديد ترنينج تايتز للعبة باتل فيتوان إذن بعد قرابة شهرين من الزمن تكتمل أخيرا هذه التوسعة بخرائتها الأربعة الكاملة وذلك بعد النهج الجديد الذي اتبعته أو المنهج الجديد الذي اتبعته سيديوهات دايس في تقسيم هذه الإضافة زمنيا وإلى جزئين من خلال إصدار أولى خريطتين في شهر ديسمبر المنصر من العام الماضي ومن ثم باقي المحتوى أي الخريطة الثالثة والرابعة في هذا الشهر أو بالأحرى في شهر الماضي وعليه سنقوم بتقديم هذه المراجعة بناء على ترتيب إصدار محتوى توسيع الترنينج تايتز في البداية قدم القسم الأول من الإضافة خريطتين جديدتين على وهما أتشي بابا وكاب هيلز كما قدم عدد من الأسلح المتنوعة وبعض من المركبات الجديدة سوف أتطرق لها فيما بعد أولى الخراءة هي خريطة كاب هيلز التي سبق ووجدت في طور قصة لعبة بدفدوان ولكن لحصن الحظ لم يعتمد المتويرون على العناصر الخاصة بالخريطة المسبقة في طور القصة بصورة كبيرة جدا حيث يتمتع تصميم العام لخريطة كاب هيلز بالكثير من التنوع والحيوية والعناصر الجديدة إذ أن هناك عددا وفيرا من التضاريس المتنوعة كشوة العريضة والسخور الكبيرة المتناثرة التي تقدم بدورها حماية والتغتيام المرمى نيران القناصة الذين يتربصون للآخرين فوق الأبراش وجدوران وهذا بالطبع يعتمد بالأساس على سرعة اللاعب ومهارته في حماية نفسه بشكل صحيح في المقام الأول وبالنسبة للأسلحة قد يتفاجأ البعض من أداء تلك القصيرة المداء حيث تتسم بفاعلية عليا في هذه الخريطة والاشتباكات المباشرة وذلك بفضل شبكات الأنفق المتعددة على طول امتداد الخريطة وإذا ما أراد اللاعب أن يقدم أداء ذا فعالية أكبر فيفضل عليه أن يلازم أفراد الفريق ويلعب معهم بشكل تعاوني وجماعي وعلى الرغم من وجود فرص عديدة للاحتماء في خريطة كاب هيلز إلا أن فرصة أن يبقى اللاعب تحت مرصة المركبات المختلفة هي كبيرة وأحتمال وارد بحق استمتاز هذه الخريطة بعدد من المركبات الجديدة مثل قوارب النقل لجيش البريطاني التي يمكن استعمالها في الوصول إلى رمال الشاطئ والهجوم على العدو كما أن هناك مدمرة حربية ضخمة تسمى بالـ L-Class Destroyer تشابه إلى حد كبير مدمرت أو المركبة الضخمة بهمث من حيث أسلوب التحكم والاستخدام حيث تحتوي هذه الأولى على سلاح مدفعية ثقيل وأخرى مضادة للطائرات كما يفضل أيضا أن يعي السائق بالأحرى ربان هذه المركبة ما يفعله أن يجيد التحكم بها لضمن أفضل مساندة لصالح فريقه وعلىوة على ذلك تمتاز هذه المركبة بإمكانية إلقاء الألغام الدفاعية في ميه البحر إذ تعمل هذه الأخيرة على ردع التوربيدات التي يتم إطلاقها من قوارب العدو ويمكن القول بل أجزم صراحة بأن هناك الكثير من لاعبي بات الفيدوان يفضلون طور أوبريشن على غيره لكن أحقاقا للحق تستحق هذه الخريطة تجربة طور كونكويست السولت فيها الذي يشابه طور كونكويست التقليدي والكلاسيكي لكن الفرق يكمن في وجود فريق مدافع وآخر مهاجم منذ بداية المواجهة حيث سيسيطر في البداية الفريق المدافع لكافة الأهداف وعلى الفريق المهاجم بالتالي أن يحاول سيطرة على هذه النقاط بشكل أسرع وما يجعل هذا الطور مناسب لذه الخريطة بشكل خاص هو خلوها من أي مركبات برية كالدبابات مثلا ما يجعل فرص الفريقين متكافئة إلى أكبر حد ممكن أما الآن فدعونا ننتقل للحديث عن خريطة أتشيبابا أولا تنتز هذه الخريطة بارتكازها الكبير والمحوري والأساسي والجواري على الموشات حيث يخلو أسلوب اللعب هذا من أي مركبات تذكر ما يجعلها مشابهة لخريطة أرغنفورس التي أصدرت مع خراءة اللعبة الأساسية وذلك من حيث أسلوب اللعب ولكن تختلف كلتا الخريطتين في معالمهما التضاريسية والجغرافية حيث تتمتع خريطة أتشيبابا بأفق مفتوحة وقاحلة خالية من أي مرتفعات ملحوظة أو كثافة نباتية ما يجعل كشف العدو ورؤيته أمرا سهلا وسريعا كما تمتاز النقاط فيها بالتعدد المنافذ نحوها الأمر الذي يدعو لأخذ الحيطة والحضار من أي هجمات التفافية من قبل العدو وهذه الميزة تتضح أكثر في تور أوبريشنز إذ يسهل على الفريق المهاجم الإطاح بالقطاعات أو السكترس الأولى في الخريطة لذا ينصح للفريق المدافع بالتركيز على دفاعاته في القطاعات الخلفية والأخيرة بدلا من تلك الأمامية وما سبق من صعوبة في تور أوبريشنز من شأنه أيضا أن يقدم بطاقة ربحة لتور الكونكويست حيث أعتبر شخصيا أن هذا الطور هو الأفضل لخريطة مثل أتشي بابا حيث تكون فيها النقاط متفرقة ومتباعدة كما أن الخنادق والطرق الفرعية من شأنها أن تدفع اللاعبين إلى توزيع أنفسهم في شتى أرجاء الخريطة ما يخلق بدوره توازنا وإنصافا بين الفريقين وبالعودة إلى الأسلحة يمكننا أن نلاحظ أن هناك عددا كبيرا منها في هذه الإضافة بالتحديد يتطلب إنجاز مهام معينة للحصول عليها لكن على عكس المرات السابقة من لعبة باتفيدوان تبدو هذه المهام الجديدة أكثر منطقية وعقلانية فالأسلحة الجديدة لتصنيف الميدك أو المصعف تتطلب عددا من نقاط القتل باستخدام الأنواع المختلفة من سلاح السويبر فحسب وذلك إلى جانب ضروط إنعاش عدد معين من أفراد الفريق في جولة الواحدة وأن اختلفت متطالبات هذه المهام فالاختلاف لا يذكر فهناك البعض منها يتطلب عددا من نقاط القتل باستخدام المسدسات أو الرشاشات الخفيفة إلى آخره فيمكن القوة في العموم بأن هذه المهام لا تتسم بالصعوبة البالغة بسرعة ما أما إن أردنا الحديث عن أفضل وأبرز الأسلحة الجديدة في هذه التوسعة فلابد أن نذكر مسدس الام 1912P16 الآلي الذي يمكس بمخزن موسع وضرر عال لا يستهان به وكذلك بندقية C96 ترانش كرباين لتصنيف الأسلحة التي يمكن لها أن تطيح بالخصم بأربع تلقات فقط وبالعودة لتصنيف الميدك هناك بندقية الفركوار هيل التي يحوي مخزنها على عشين طلقة والتي يمكن أن تطيح بالخصم بثلاثة تلقات من مقربة ما يجعلها أفضل بندقية لهذا التصنيف حالياً ومن ثم ننتقل إلى بندقية الام 91 كركانو التي تندرج تحت فئة البولت أكشن وتنتمي لتصنيف سكاوت أو القناص يمكن لها أن تحدث ضرر جسيماً من نسبته 65 إلى 75 بطلقة الواحدة ويضم مخزنها الواحد 6 رصاصات كما أن هناك بندقية قناصة أخرى وهي الطايب 38 أريساكا ذات الخمسة لقات والضرر الممتاز ومن ثم ننتقل إلى تصنيف السيبورت أو الداعم حيث قدمت هذه التوسعة الرشاشة الثقيلة M1917 Browning MG الذي يحوي على 250 طلقة ويلحق ضرر جسيماً في معظم الأحيان ما يجعل منه أفضل أسلحة تصنيف السيبورت في اللعبة حالياً كما قدمت هذه الإضافة أسلحة بيضاء جديدة مثل الجرابلينغ هوك والراشن آكس لكن لم تتسنى لي فرصة تجربة أي واحدة منهما بعد وبالنهاية وفرت هذه الإضافة بطابة الحال جند جديد من فئة النخبة أو الإيريتي كلاس يحمل اسم انفتريتر الذي يمتاز بأدتين وهما Swapen Beacon والأخرى Signal Flayer حيث تعمل الأولى على توفير نقطة انتشار جديدة للفريق أما الثانية تعمل على استدعاء قصف مدفعي على الأماكن المحددة أما السيليح الرئيسي لهذا التصنيف هو عبارة على بندقية خارتوش أو شوتغان ذات فوهتين وبصورة عامة أود أن أقول بأن كل من خريطتي أتشيبابا وكابهيلز هي خريطتين ممتازتين بكل معنى الكلمة وهذا الرأي يضم الأسلحة الجديدة التي أشعر كأنها تتأقلم على الأسلحة العادية بدون أي مشاكل أو إخلال بالتوازن بينها كما أن الخريطتين وفرت جو الإثارة بالمناطق المفتوحة والضغمة خاصة في خريطة كابهيلز بينما تتفوق أتشيبابا في التركيز على أسلوب المشات في القتال بشكل أكبر وبصورة مثالية وسليسة أما الآن وبما أننا انتهينا من القسم الأول من إضافة ترنينغ تايدز دعونا ننتقل إلى القسم الثاني والأخير المتمثل بأحدث خريطتين الأواهما زوبرغو وهيلوغولاند بايت في البداية دعونا نتطرق للعناصر المساركة بين الخريطتين إذ يشدر الذكر بأنهما تتسيماني بأسلوب القتال البحري أكثر من ذلك البري فبدلا من ارتكاز على البيئة البري الشاسعة نرى المساحات المائية المفتوحة والقوارب والمدمرات الحربية في كل مكان لكن هذا لا يعني ألبتة إقصاء دور القتال البري بالكامل لكن تصميم الخريطتين يجعل من مناطق اليابسة محدودة بشكل ملحوظ ومن هنا دعونا نخذ في تفاصيل كل خريطة على حدة ونبدأ بخريطة هوليغولاند بايت حيث أول ما يقال عن هذه الخريطة هي أنها مبنية على المعركة البحرية جرت سنة 1914 بين الأسطول البريطاني والأسطول الألماني التي انتهت بانتصار الأسطول البريطاني بعد قيمه بنصب كماء أدت إلى تدمير عدد من إمدادات النفط للأسطول الألماني ما ألحق به خصائر فادحة وجسيمة وإذا ما عودنا إلى عالم اللعبة يمكننا أن نلاحظ احتوي هذه الخريطة على جزيرتين وعلى الرغم من عدم شهود هذه أجزر أي معارك برية خلال الحرب العالمية الأولى إلا أن أستوديو دايس قرر أن يخالف التاريخ قليلا ويتيح لللاعبين إمكانية القتال فيها لضمان عدم مللهم من العنصر البحري لوحده وتنتهز الجزيرة الكبيرة باحتويها على العدد الأكبر من النقاط إلى جنب الجبال الشهقة والتعرجات البرزة التي توفر تغطية مثالية لللاعبين عند استغلالها كما تنتهز بعدد من الخطوط الأنفاق المتشعبة هنا وهناك بينما تنتهز الجزيرة الصغرى بنقطة واحدة مع التخل الأرضها بعض الأنفاق القليلة وحسب تجربتي الخاصة والمتواضعة وجدت أن أكثر النشط البري لللاعبين يحدث في الجزيرة الكبيرة خاصة عند كل من نقطتين C والD وE وذلك في ظل همر القناصة لرصاصهم من الجزيرة الصغيرة ويجدر بالذكر بأن النقطة F تعتبر وحيدة في فضاء الخريطة ويصعب الوصول إليها بدون مركبة وقد يعود هذا إلى رغبة المطورين في تفع اللاعبين إلى تركيز على القتال البحري بصورة رئيسية وبشكل عام أعتبر هذه الخريطة جيدة إلى حد ما إلا أنها ليست الأفضل وذلك لتصميمها العادي جدا وقلة التنوع فيها حيث لا أرى سببا مقنعا لتأخير إصدار هذه الخريطة بالتحديد لكن ولحصن الحظ لا يلغي ما سبق حس الحماس فيها فكل من الانفجارات الصادرة من المركبات الجوية والمدامرات البحرية في الأفق والقتل البري والاشتباكات بين اللاعبين من شأنهم وبشكل عام أن يضفوا نوعا من الإثارة على تجربة اللاعب بعد ذلك دعونا نتحدث عن الخريطة الثانية والأخيرة ألا وهي خريطة زيبرغو المبنية على معركة الأسطول البريطاني في بلجيكيا من أجل إعاقة قارب ألماني ضخم من فئة اليوبوت عام 1918 حيث تكبد الجيش البريطاني خسائر كبيرة أنذاك والهدف الرئيسي تمثل في قيم الأسطول البريطاني بدفع ثلاث سفن حربية داخل قناة بحرية شيدها الألمان حيث اقتصرت مهمة السفن الثلاثة على منع خروج أي غواصات ألمانية ولضمان ذلك تحتم على جيش البريطاني مهمة تأمين مرفق ضخم أحد القناة الألمانية تلك ما أعاقى حركة جيش البريطاني وقام أيضا البريطانيون بمهاجمة هذا المرفق وإنزال قواتهم على متنهي كما قاموا بتفجير أحد نقاط المرفق من أجل منع أي تعزيزات ألمانية من الوصول وبالعودة إلى عالم باتلفيدوان نلاحظ أن أبرز ما يميز هذه الخريطة هو اتسامها بطبيعها الليلي حيث أرى في هذا أمرا ممتازا للغاية كون أن اللعبة تفتقر بالفعل لعدد كافي من الخراءة الليلية ومرة أخرى ترتكز هذه الخريطة على أسطوب القتل البحري بشكل كبير لكن وبفضل المرفق الضخم فأن القتل البري حاضر بشكل ملحوظ إلا أن تصميم المرفق يفتقر للممرات الواسعة ما يصعب من إمكانية أداء مناورات الحركة والإحتماء فأما أن يقوم اللعب بالهروب نحو كوم من الطين للاحتماء خلفها أو المجزفة بصعود إلى الجوانب العليا من المرفق فالفرصة الأفضل تتمثل بالتكتل بأعداد كبيرة من أفراد الفريق الواحد والمهاجمة مرة واحدة بصورة بغط الخصم كما يصعب في هذه الخريطة الحفاظ على أي أماكن استراتيجية لفترة طويلة وذلك بسبب انفتاحها تحت نيران قذائف السفن والقوارب الحربية ناهيك عن هجمات الطائرات المتكررة الحدوث وإذا أراد اللعب الابتعاد عن الجو البحري قليلا فإن الخريطة توفر مساحة يابسة محدودة عند النقطة A إلا أنها تكاد تخلو من أي قتال يذكر وذلك بسبب ارتكاز القتال البري على منطقة المرفق التي تضم نقاط الـ B والـ C والـ D وبالنسبة للمركبات التي جالبها تحديث الخريطتين نهاتين فهي أولا منطقة C-Class وأسهل طريقة لوصفه هو أنه نعتبره نصخة مصغرة من منطقة الضغم بهمث العملاق إذ يحوي C-Class على ثلاث مقاعد أو أسلحة قابلة للتحكم إلى جنب مقعد الطيار نفسه كما يمتاز هذا المنطقة بأسلوبات تخصيص فالتخصيص الأول يسمى Observer Package الذي يوفر القنابل العادية والألغام البحرية بينما يقوم الثاني والمسامة برادار Package بتوفير القنابل شديدة الانفجار وكاميرا التجسس التي تعمل على تحديد الأعداء لصالح فريقك وإذا ما عدنا أدراجنا إلى البحار سنلاحظ بشكل كبير التواجد الجيد للمدمر المعروف باسم L-Class Destroyer التي وبرأيه الشخصي تقدم تجربة مثالية في هذه الخريطة بالتحديد وذلك بفضل تصميم الخريطة الممتاز المتمثل في مساحات مائية مفتوحة وفرص المعارك البحرية الأكثر زخامة وإثارة لكن لا يغركم الكلام الكثير عن مركبة L-Class Destroyer فقليل من التوربيدات من القوارب البحرية كفلة بتدميرها مرة واحدة إذا ما سنحت الفرصة بذلك وأقول إذا ما سنحت الفرصة كون أن القوارب العادية تعتبر لقمة سائغة أمام مدمرة L-Class وإذا ما أردنا أن نذكر مزيدا من ميزات المركبات في آخر تحديث لهذه القراءة فستكون الإمكانية الممتازة التي تتيح المعارك بين اثنين من مركبات الضخمة وهم البيهيمث فكل الفريقين في خريطة هليجلاند بايت بالتحديد قادرين على امتلاك بهمث بحري أو ما يعرف بـ Dreadnought ما يجعل من تجربة اللعبة العامة مثيرة وحماسية نهيك عن القصف العنيف على شوات الخريطة وفي النهاية أريد القول بكل صراحة تامة أن المحتوى الإضافي Turning Tides للعبة Battlefield 1 بخرائته الأربعة ككل يشكل إضافة جيدة وممتعة للعبة لكني ما زلت أتسائل عن ما إذا كانت تأجيل القسم الثاني من هذه الخراءة لبضعة أشهر كان فكرة سديدة أو استحقت أصلا هذا الانتظار حقا حيث توقعت تصميما أكثر زخما ومحتوى أكثر تنوعا بناء على هذا الفصل الزمني بين الخراءة الأربعة كما أن أصلوب القتال البحري في كل من هذه الخراءة الأربعة يتسم بالمتعة لكن لا تضاهب تلك الموجودة في القتال البحري التي تتفوق به برأي الشخصي والمتواضع من جديد لعبة Battlefield 4 أو حتى لعبة Battlefield 1942 وعلى أي حال فدعونا ننتظر المحتوى الرابع والأخير للعبة Battlefield 1 والذي سيكون تحت مسمى أبوكاليبس فلعل وعساء أن نجد في هذه التوسع الأخيرة محتوى أكثر تنوعا وأرضاءا من محتوى Turning Tights وهنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو أشكركم على المشاهدة أتمنى أن المحتوى أعجبكم وأفادكم ولو قليلا هذا ومفضلكم لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وتنشروا المقطع وتابعا تشتركوا في القناة في حد أنكم جدد غير ذلك أراكم إن شاء الله عما قريب ودمتم في أمان الله شكرا شكرا